وللوقوف على مخرجات مؤتمر شباب التغيير الذي عقد في مدينة الصنبول عن حراك الشعوب في بلدان الربيع العربي بعد أكثر من عقد على انطلاقها ينضم إلينا في الستوديو المتحدث والرسمي باسم المجلس الإسلامي السوري مطيع البطين أهلا بك معنا أستاذ مطيع حياكم الله أهلا وسهلا بكم أهلا بك أستاذ مطيع انطلق اليوم كما تعلم مؤتمر في مدينة الصنبول تحت عنوان شباب التغيير التغيير للوقوف على مآلات ثورات الربيع العربي بداية كيف ترى مخرجات هذا المؤتمر في ظل ما تشهده المنطقة من تحولات بداية تحية لك ولأهلنا في العراق الثائرين في كل بلدان الربيع العربي لا يزال المؤتمر منعقدا وسيكون هناك يومان آخران من أجل أن تكون هناك مخرجات لتلاقى فيها كل الأفكار طروحات وتجتمع الخبرات يستفيد الجميع من تجارب يعني كل ثورة من تجارب الثورة الأخرى محاولة تشكيل يعني نقاء مشترك يستمر فيه التواصل استفادة من الخبرات فبالتأكيد هذا أمر يعني خطوة طريق الصحيح لأن المنطقة تعاني من مشاكل أو أمراض أو استبداد أو طائفية مشتركة إلى حد كبير جدا بين مصر والعراق وسوريا وكل دول منطقة مهم جدا يعني حدوث مثل هذا المؤتمر وأن ينتج عنه يعني لقاء مستمر بشكل فعلي توضع مخرجاته نتائجه توصياته طروحاته ما يمكن أن يسمى تنظيرا للجميع بين يدي أبناء هذه الشعوب جميعا حتى يستفيدوا بالتأكيد يراجعون فيها أنفسهم أين أخطوا أين أصابوا يستشفون المستقبل يخططون له بشكل صحيح كل هذه الأشياء بالتأكيد مهمة جدا لأبناء وشباب الثورات في الربيع العالم نعم أستاذ مطيع يعني هناك من يرى أن الثورات لا يمكن أن تحقق أهدافها من الجولة الأولى هل برأيك هناك بناء على هذا التصور هل هناك أمل أمام الشعوب بإعادة الكرة مرة أخرى بإطلاق ثوراتها بعد عشر سنوات من انطلاق ربيع العالمي يعني أولا لا شك أن الواقع صعب والتحدي كبير والتدخلات الدول التي تدخلت ليس فقط دولة أو دولتان ممكن تتابع في سوريا يعني تدخل دولي هائل لكن الثورة مجموعة مسارات فلا يعني إذا هزمت الثورة بعد أن فرضت عليه العسكرة أن الثورة قد ماتت لا تزال الأسباب التي من أجلها خرج الناس لا تزال موجودة الظلم والاستبداد والتفقير والطائفية والقهر تكمل الأفواه كل هذه الأشياء تفاقمت بشكل أكبر فلا يوجد مبرر أن الشعوب يمكن أن تتراجع أو أن هذه الثورة مضت وانتهت بالتأكيد التاريخي يقول لنا غير ذلك قد تطول الثورات وقد تهدأ لكنها لا تموت بالتأكيد ويعني هذا الأمر مقروء يعني مثلا في الثورة السورية الناس كانوا يقولون يا ترى يعني ممكن الجمعة القادمة بالناس يخرجون يشكون يخرج الناس هل يواجهون بالقمع هل يمكن أن يخرجون يراهنون كذلك يخرج الناس يطور النظام في إرهابه أولا الرصاص بعد ذلك الصواريخ كان يفعوها نحو العسكرة نحو العسكرة واستخدام القوة المفرطة استخدم كل أنواع الأسلحة والروس جعلوا سوريا ساحة ميدان للتجارب تجارب الأسلحة هناك بطش كبير جدا مقابل هذه الثورة التي بالتأكيد لم تموت ولن تنتهي لا في نفوس السوريين ولا في نفوس المصريين ولا في نفوس التونسيين ولا في نفوس العراقيين هم خرجوا بالتأكيد هم أمناء حضارة أصحاب حق يريدون أن يعيشه كما يعيش كل العالم حرا يختار من يحكمه يختار نظام الحكم في بلده يحافظ على انتمائه على ثقافته على هويته على وطنه كل هذه الأشياء تجعل من استمرار الثورة ضرورة لا يمكن استغناء عنها ولكن في ذات الوقت ألا تظن أن ثورات ما تسمى أو الثورات المضادة حققت نجاحات فعلية ونجحت أيضا في إظهار ثورات الربيع العربي على أنها لربما يعني فوضى لا يمكن تكرارها يعني هل الذين يعيشون الآن تحت الأنظمة التي يعني قادت الثورات المضادة و يعني أظهرت أنها يعني أجهزت الثورة هل هم في حال يعني جيد حقيقة مثلا في سوريا الآن تصنف على أنها بأطاردة للعقول للطاقات للقدرات الذين يعني اختاروا حتى الذين اختاروا السكوت الآن يعضون ولكن في بعض يعني في بلدان أخرى أصبحت سوريا مضربا للمثل هل تريدون أن يصبح عندنا مثل ما يعني هل تريدون أن يحدث عندنا مثل ما حدث في سوريا فأصبحت مضرب المثل تمام يعني هذا ينبغي أن يضرب المثال على النحو التالي بشكل صحيح أن الناس الذين رأوا أنهم إذا خرجوا على هذا النظام سيكون هناك شر وقتل الآن ثبت أن الذين بقوا مع النظام هم الذين أصابهم الشر هم الذين أصابهم الإذلال النظام يأكل أتباعه يأكل الساكتين يأكل أموالهم يسجنهم حالة من الفوضى من الفقر من الابتزاز نهب الاعتقالات الاغتيالات التهجير السرقات الواقع الموجود الآن في سوريا مثلا مع المناطق التي تشيطر عليها النظام هو مضرب المثل أما أن يقال للذين يريدون أن يخرجوا على مثلا أو أن يتحركوا ضد الأنظمة المستبدة هل تريدون أن يحصل لكم كما حصل لسوريا إذن الخيار الثاني باللسان حال هؤلاء أن يستكين الناس أن يكونوا قطيع أن يكونوا أنعام والله عز وجل لم يخلق الناس ليكونوا كذلك الإنسان الحر لا يقبل أن يعيش هذه الحياة هذه الثورات إلى أي مدى ترى أنها لربما زادت من وعي الشعوب العربية خاصة في سوريا لبنان العراق وهذه المنطقة من خطر التدخل الإيراني الذي لربما قبل ثورات الربيع العربي لربما كان مقبولا إلى حد ما ولكن بعد ثورات الربيع العربي كشف نية إيران في السيطرة الديمغرافية على هذه المناطق على الأقل يعني مثلا ما دمنا نتحدث عن سوريا فلو لم يكن من الثورة السورية إلا أنها عرت مشروع الولي الفقيه لكان هذا بالتأكيد نظر الحالة التي أحدثتها من الوعي كثير حتى لا أقول من عامة الناس كثير من النخب كانوا مغرورين مخدوعين بإيران وكانوا يرون في مثلا ميليشيا حزب الله خاصة في عدائه أو عدائه الظاهر دعنا نقول مع إسرائيل كانوا يرون فيه بطلا قوميا ورجل الآن ظهر بدون أي شك أن هذا الرجل طائفه وأنه تدخل ضد حرية الشعوب وأن قتاله كان في حلب وفي الزبدان وفي مضايا طريقا إلى قدس لحصار هؤلاء فالمشروع الولي الفقيه أسقطته هذه الثورات عردته إلى أبعد حد أظهرت أنه هو الأداة لخلق الفوضى في هذه المنطقة بعد أن كان الناس يقولون أنه هذا سيحرر القدس وهو يرفع شعار القدس وهو يريد وهو الذي قمع فلسطين وهو الذي وهو يرفع شعار تقريب بين المذاهب وهو الذي يتكلم عن تصدير الثورة الإسلامية وإذا به يصدر الإرهاب يعبر بإرهاب الحدود يصدر القتل الطائفية الإرهاب الاغتصاب تفتيت البلاد ادخالها في دوامة الطائفية فالحقيقة هذه الثورات أظهرت بشكل واضح وجلي المشروع الولي الفقيه أظهرت بكل أبعاده بامتطائه حتى للدين بخداعه للعقول يعني يزاوج بين القومية وبين هو يعني تشيع السياسي لأغراضه بالأجل إحياء الإمبراطورية الفارسية هم يتكلمون على هذا الأمر لربما نعم لربما يعني يتضح ذلك في المشهد العراقي أكثر خاصة يعني بالنسبة لحراك ثورة تشرين في العراق والذي تجاوز حقيقة تجاوز الطائفية وكشف أطماع إيران وميليشياتها في العراق هل يمكن البناء على هذا الحراك حراك ثورة تشرين في العراق من أجل التخلص لربما من المحتل الإيراني وأحزابه وميليشياته في المنطقة في العراق كنموذج بالتأكيد مهم جدا تفويت مع العلم من وقع كثير تفويت مسألة إدخال الناس في الصراع طائفي أدخل الناس في صراع هذا سني وهذا شيعي وهذا قسم أخرى كردي وعربي من أجل تفتيت البلاد من حقيقة البعد على الوطنية أن يتركوا مكون عرضة لمحتل يتركوه للإيراني يكتشفون بعد عشرات السنين أنه كانوا مخطئين هذا إذا كان إنسان عنده إنصاف فبالتالي أي حراك ضد هذا المحتل الذي يريد أن يصدر مشروعه هو يعتبر العراق جزء من إمبراطوريته هو يعتبر سوريا أصلا جزء من إمبراطوريته فبالتالي هذا الوعي حدوث هذا الوعي بالتأكيد ينبغي أن يشجع الآن مقارنة مع سوريا لا ينبغي أن يكون حراك والله يترك السنة في مواجهة طائفة النظام ويتحول الأمر إلى طائفي الأصل أن هؤلاء مكون وطني واسع وهذا ما حدث في ثورة تشرين بعيدا عن طائفية خرج الجميع ضد التدخل الإيراني وضد يعني أقطاب العملية السياسية برمتها بالتأكيد هذا حراك مهم جدا مهم ما يخلق من حالة وعي من تنبيه لخطورة التدخل الإيراني وخطورة أصابع المحتل الإيراني في البلد التي يعني تحكم البلد باسم الوطن وهي تابعة لمعلوم يعني رأينا كل هؤلاء شوفوا الخطر الخطر أنه يكون في العراق عراق الجنسية لكن مشروعه مع الولي الفقه هو يكون في لبنان لبنان الجنسية لكن مشروعه مع الولي الفقه إذن هذا أمر فوق الوطن يعني فوق كل الاعتبارات لا ينظر إلى أنه هذا شريكي في العراق وهذا عراقي مثلي وله حق علي وهو يعني أقرب لي وهو من بلدي ثم يكون تبعيته وانتماؤه وولاءه للولي الفقه بالتأكيد هذا خطر كبير يدمر البلاد يفتت العراق ولذلك لابد بالتأكيد من يعني الوقوف مع أي حراق ضد المحتل المحتل الإيراني الذي يريد بالتأكيد لا يريد لا مصلحة الإشياء العراب ولا يريد مصلحة السنة ولا يريد مصلحة عراق يريد العراق سل له يريد العراق تابع له حتى يكون مثل وضع الأحواز وضع بقية الممكنات في إيران التي تعاني في داخل إيران شرور مشروع الولي الفقه داخل إيران هذا الخطر الذي صدره العراق والآن في سوريا وكل دول منطقة مهم جدا توعية الناس بهذا الأمر مهم جدا الوقوف مع أي حراق ضد المحتل الإيراني مهم جدا خلق حالة من الوعي لأبعاد أن يكون هناك انتماء للوطن وهناك وقوف مع كل مظلوم وهناك وقوف في وجه المحتل ومشاريعه نعم إذن كنت ضيفنا هنا في السوديو المتحدث الرسمي باسم المجلس الإسلامي سوري مطيع البطين شكرا جزيلا لك شكرا لكم